إسرائيلي بن يمين نتنياهو سيد جندل من مرحبا بك معنا في عالم الظاهير هل هذا انهيار لفرص التهدئة في غزة مع استمرار القصف الجوي الإسرائيلي على القطاع وأيضا استمرار إطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل نحن قررنا قبول المبادرة المصرية لوقف التهدئة لكي نستنفذ الفرصة لتواصل إلى وقف العمال العدائية بالطرق السياسية وحماس رفضت هذه المبادرة على القطاع واستمرت بإطلاق العشرات من الصواريخ على مدننا نحن التزمنا بالتهدئة بشكل جانب خلال ست ساعات من الساعة تسعة صباحا والساعة الثالثة بعد ظهر اليوم ولكن الآن تغير الوضع ونحن استعنافنا عملياتنا ضد البوارة في قطاع غزة هناك خمس ساعات بقية على انتهاء الاقتراح المصري بين السادس صباحا والسادس مساء في التوقيت العالمي هل ستوقفون الحكومة العمليات خلال الخمس ساعات المقبلة لأعطى فرصة أخرى بما أن الفصائل تناقش المبادرة المصرية مستمرون بالهجوم لأنها سقطت مرة أخرى حماس رفضت المقترحات المصرية لديكم خمس ساعات هل ستوقفون؟ هل ستوقفون؟ الواقع؟ الواقع هو يا سايد الكريم الواقع هو نحن قبلنا المبادرة المصرية وفقنا على المبادرة المصرية لوقفة القنار والتزمنا بها بشكل أحادي الجانب لمدة ست ساعات لكي نعطي الفرصة لطرف الآخر بالالتزام عظيم بوقفة القنار ولكن حماس استمرت بإطلاق السواريخ على مدننا لذا نحن الآن في مرحلة أخرى هذه المرحلة أخرى تتطلب منكم لأننا دعم داري خاشد خمس ساعات أخرى هذا مطلوب منكم هل يمكن لإسرائيل أن تضبط نفسها خمس ساعات أخرى لترى مصر رد الفصائل الفلسطينية الفصائل الفلسطينية التنظيمات الإرهابية الفلسطينية قد ردت على المبادرة المصرية بإطلاق العشرات من السواريخ الآن نحن في مرحلة جديدة لنا دعم دولي كبير وواسع نطاق من أجل الاستمرار في العملية الإسرائيلية ضد البؤر الإرهابية في قتال غزة واضح تماما لكل من يريد أن يرى بأم عينيه من يريد وقفة لقنار ومن يرفضه واضح تماما لكل من يريد أن يسمع بأن حمس رفضت المساعي المصرية ورفضت التواصل إلى وقفة لقنار إذا انهارت الهدنة سيد جندلمان انهارت المبادرة المصرية قبل أن تبدأ مرة أخرى أنت ربما لم تسمع كلمة واحدة أنا أسمع كلامك أنا أسمع كلامك لكن من وجهة النظر الإسرائيلية نحن قبلنا بالمبادرة المصرية أنا أفهم كلامك انهارت بسبب خمس والجهد الإسلامي أنت كررت الكلام أكثر من مرة لكن أنا أسألك بشكل مباشر بالنسبة لإسرائيل انهارت الهدنة أليس كذلك؟ نعم أو لا؟ انهارت الهدنة انهارت بسبب الاعتداءات الصاروخية بسبب استمرار الاعتداء على أراضينا ومواطنين نحن خلال الساعات الست نحن اكتفين باعتراض السواريخ ولا نقوم بأي غارة أو بأي عملية ضد البؤر الإرهابية في قتال غزة ولكن الآن نحن في مرحلة أخرى نحن سنعمل على السعيد العسكري من أجل إحباط العمليات الإرهابية ضدنا من أجل وضع حال الاعتداءات الصاروخية وبنفس الوقت نحن نحشد الدعم الدولي ولنا شرعية دولية واسعة نطاق من أجل الاستمرار في هذه العملية ضد هؤلاء الإرهابين الذين يقصفون مواطنين ومدننا شكرا جزيلا لك من القدس أوفير جندلمان المتحدث اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تحول بكم إلى رام الله من هناك مع المحنل السياسي خليل شهين سيد خليل شهين مرحبا بك معنا في عالم الظاهرة هل بإمكان السلطة الفلسطينية الآن حكومة التوافق الوطني فعل أي شيء للتواصل مع الفصائل الفلسطينية في غزة كي توقف إطلاق الصوريخ على إسرائيل ربما استمعت ما قاله ثلاث مرات أوفير جندلمان قبل قليل قال إن إسرائيل التزمت لست ساعات بالهدنة الفصائل هي التي لم تلتزن يعني أولا السلطة الفلسطينية لا تملك قرار الحرب وبالتالي هي لا تملك قرار التهدئة لا السلطة ولا الرئيس محمود عباس رغم الإعلان عن أن الرئيس كان ينوي يتوجه غدا إلى القاهة من أجل متابعة المفاوضات حول تفاصيل الاتفاق في واقع الحال تبدو السلطة غير ذات صلة إلا من حيث الدور الإغاثي الذي تقوم به تجاه قطاع غزة من خلال حكومة التوافق الوطني وإرسال الأدوية وثانيا من خلال لعب دور الوساطة وهو دور لا يليق بسلطة فلسطينية وبقيادة منظمة التعرير التي كان ينبغي لها أن تقوم بمشاورات داخلية فلسطينية من أجل التوصل إلا ناثر متوافق عليها لأي اتفاق تهدر محتمل مع الجانب الإسرائيلي لكن على ما يبدو أن الفصة فاتت ولذلك غطب شعبي تجاه موقف السلطة الفلسطينية هذا من جهة من أقرب أن السلوك الإسرائيلي في الساعة القيرة يشير إلى أمرين الأمر الأول أن الموافقة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار كانت مجرد مناورة هو بدليل أن إسرائيل لم تنتظر انتهاء المهلة المحددة الجانب الآخر هو الأمر الأخطر الذي يعزز مخاوف الفلسطينيين وهو إمكانية أن تتحلل إسرائيل من أي اتفاق لوقف إطلاق النار وأن تستأنف عدوانها وهذا ما أشار إليه البعض من الإسرائيليين هذا اليوم عندما دعوا حكومة نتنياهو صباحا للموافقة على وقف إطلاق النار باختصار لأن إسرائيل تستطيع أن تخرقه عندما تشاء كما قال بعض المراقبين الإسرائيليين هذا أعطت أن المخاوف الفلسطينية في محلها نقطة مهمة سيد شهين أنتم لديكم حكومة وحدة وطنية ليس كذلك حماس هي جزء منها الآن كيف يفترض أن يكون لديكم سلطة وطنية وحكومة تصالح حكومة وحدة وطنية أقصد وهي لكم